اهلا بحضراتكم يعني فوجئنا او فوجئ المواطنين اللي هم في عايشين في منطقة الشرق الاوسط بهذا التنظيم هذا التنظيم الارهابي اللي بيقطع الرؤوس وبيرتكب من الجرائم ما لم نسمع عنه إلا ربما في القرون الوسطى تنظيم داعش احنا في البداية الفقرة دي اللي بنحاول نحلل فيها المشهد السياسي والتحالف الدولي اللي مصر جزء منه في مواجهة داعش بنرحب بسعادة الدبلوماسي والسفير السابق يحيا نجم برحب حضرتكم اعم بحضرتكم دلوقتي انا عايز يعني اقرأ على حضرتك جزء صغير جدا من مقال كتبه الاستاذ عبدالباري عطوان عن الحرب الامريكية الخليجية المرتقبة على داعش بيقول ان الحرب دي هتكون من شقين اساسين الاول امريكي يتمثل في توسيع الغارات الجوية بطائرات بطيار او بدونه وقد تستمر لعدة اشهر او ربما ثلاث سنوات حسب التقديرات الرسمية الشق الثاني اقليمي ينقسم الى قسمين الاول في العراق وسيكون محصورا في قوات الجيش العراقي التي سيعد تأهلها تدريبا وتسليحا على ايدي ما يقرب من الف مستشار وخبير عسكري امريكي وقوات البشماركة الكردية في الاطار نفسه اما القسم الثاني فسيكون من مهمة المعارضة السورية المسلحة التي ستتلقى عناصرها دورات تدريبية مكسفة في قواعد عسكرية في المملكة العربية السعودية والاردن وربما دول خليجية اخرى الى اي مدى هذا التحليل المبدئي بتتفق معنا والله هو السيناريو حتى الان لم يتضح كثيرا انا لديه شكوك كثيرة فيما يحدث اولا زهور داعش كما هدك تفضلت ظهرت بشكل مفاجئ كأنه يعني مارض خرج من الفنوس على الدينة والامؤم بفعل فعل يعني الامور لا تأتي هكذا من فراغ تم بالتأكيد صنع هذا المارض واخراجه في الوقت المناسب من هو الفاعل؟ الفاعل طبعا نحن نستطيع أن نقول أن من فشلت مهمته في مصر مثلا فيما قبل ثورة 25 يناير في 2011 وحسب الخطر وهزم في مصر مرتين في 25 يناير ثم في 30 يونيو ويعني تم لخبطت كل أوراقه وتم بعثارة كل أوراقه في المنطقة بسبب الثورات العربية أراد بالتأكيد أن يمتطيها وأن يخرج ما في جعبته من وحوش أخرى يعني كان لديه أنظمة مولية له في مصر والعالم العربي هذه الأنظمة أسقطت حوالي أن يأتي بموجة أخرى عبر حركات دينية منتطرفة في مصر وفي غير مصر فاشلت الموجة الثانية مع ثورة 30-6 30-6 فأراد أن يخرج الوحش الثالث من جعبته مرة أخرى ليظل يلعب ويهيمن ويلاعب هذه الأمة ويقسمها ويفتدها ويحاول هزمتها طول الوقت طيب هو فرانكشتين بيطلع الوحش ولكن بيفقد السيطرة عليه فيعيد تهزيبه طيب يعني أنت هنا بتتفق مع نهاية مقال عبدالباري عطوان اللي بيقول فيه الحرب الأمريكية بالنيابة في منطقة الشرق وأوسط باتت وشيكة جدا وتصفية الدولة الإسلامية ربما يكون الزريعة أو قمة جبل التلج فالهدف الحقيقي هو إعادة ترسيخ الهيمنة الأمريكية مجددا من خلال إقامة قواعد عسكرية جديدة والسيطرة الكاملة على السروات النفطية هل سيحقق التحالف أهدافه القصيرة تصفية الدولة الإسلامية أو البعيدة والأهم الهيمنة على المنطقة وسرواتها من الصعب إعطاء إجابات حزمة في التدخل الجو الأمريكي والأرضي الجيش اليمني فشل في القضاء على تنظيم القاعدة على مدى السنوات الخمسة الماضية على الأقل مثلما فشل قبلها في أفغانستان ومرشح للفشل المزدوك في ليبيا الشيء الوحيد المؤكد أن الضحايا سيكونون هذه المرة كلهم من العرب والمسلمين سواء كانوا في معسكر التحالف أو المعسكر الآخر المقابلة أكتفي بهذا القضاء صحيح أعتقد أنه ده فيك صحة هذا الكلام لا ننسى أن الجيش الأمريكي ظل في العراق ثماني سنوات أو أكثر بعداته وعتاده أكثر من مئة ألف جندي أمريكي ظلوا أكثر من ثمان سنوات بالسلاح الجو بالبحرية بالمشاة بالمخابرات بكل أنواع يعني بقده وقضيده ولم يستطع أن يهزم المقاومة العراقية والمعارضة العراقية لم يستطع أن يحيي الاقتصاد العراقي لم يستطع أن يحدث نوع من المصالحة الداخلية في العراق لم يستطع أن حتى يخرج دستور علاقي إلا بعد فترة طويلة جدا ولم يستطع أن يؤمن العراقيين الأمن مزازي في ثمان سنوات فشل فشلا دريعا أنا لا أتصور أنه من خلال إرسال 400 مستشار دلوقتي أو ألف مستشار يستطيع أن يسيطر على حركة منظمة بشكل أكبر بعتاد أكبر بعدد أكبر هل الحرب من السماء دي هتنجح؟ لا لن تستطيع كان طائراته موجودة على المطارات العراقية كان طائراته موجودة داخل العراق وكان يقوم بهجمات طول الوقت وفشل فشلا دريعا وفشل في الصومال ولم يحدث طيب في سؤال مهم جدا لأنه يخص نحن كمصريين يعني فيه خبراء عسكريين كثر النهاردة يمكن في جريدة الدستور فيه تحقيق شامل عن هذا الموضوع يكاد يكون أغلبهم إن لم يكن جميعهم بيحذروا من أي طوريط للجيش المصري في هذا المستنقع إن مصر أصلا محاصرة من سوريا العراق ثم ليبيا ثم الجمهة الشرقية ثم ليبيا ثم السودان فأنا سؤالي من شقين هل أنت مع فكرة فعلا تجنب التدخل العسكري وهل فيه مؤامرة لمحاصرة مصر بتنظيمات إرهابية المؤامرة ليست لمصر فقط للعالم العربي كله مصر جزء منه الحقيقة زي ما قلنا فلنبحث أولا عن من خلق داعش صحيح ولماذا خلقها ومتى خلقها خلقها في سوريا مبدئيا لتدمير سوريا أو لإسقاط النظام في سوريا ونعرف من هم الممولون من هم المسلحون من هم الذين دربوا كل هذه ومن آتوا بهم آتوا بهم من أفغانستان ومن الشيشان ومن البوزنة ومن مصر ومن كل يعني معروف من آتوا ثم انحرفت داعش عن الهدف ده صحيح هم دايما كل فترة هم خلقوا القاعدة يعني هم الذين دربوا من لادن وبعد كده فقدوا السيطرة عليها يعني اعتقد ذلك واخد برعض ذلك وانتثرت القاعدة وأصبحت شظايا منتشرة في عدة أماكن ثم يعني لما لحق بهم الخطر بدأوا يحاربوا هذا هو نفس السيناريو نفس السيناريو هو يخلق داعش ثم بعد ذلك يفقد السيطرة عليها لأنه فيه متطرفين كتير وفيه ناس من شتى أنحاء العالم كل واحد بفكره وكلما زاد التطرف كلما زادت الالتفاف حول قيادة هذه المنظمة سؤال التمويل هنا من يمول داعش؟ من الذي يعني الجيش لداعش يعني يتجاوز 30-40 ألف مقاتل أو أكثر يعني الجندي الواحد تكلفت يومه إفطار وغداء وعشاء يعني ده على الأقل فيه هنا ألف دولار ملايين ومليارات يعني ألف جنيه على الأقل مصري يوميا بتصرف على أكله وشربه ومبيته وملابسه وتسليحه مليارات يعني يسأل في ذلك الولايات المتحدة يسأل في ذلك تركيا يسأل في ذلك دولات ودول الخليج يعني ليس سرا يعني أن قطر ضالعة في هذا ليس سرا أن تركيا يأتي منها كل شيء الأكل والتدريب والأسلحة والنقود ليس سرا أن الولايات المتحدة ودول أوروبا كانت بتتعاحد علنيا بتسليح المعارضة السورية يعني ليس هناك أسرار في المنطق فأنت دلوقتي حينما تتحدث عن داعش وتريد أن تخلق دحالفا دوليا وتعقد مؤتمرات أنت الذي مولت وأنت الذي سلحت طب هو ليه عايز تحالف دولي يعني هل الموضوع يحتاج إلى كل هذه الدول خاصة أن هناك دول زي الدنمارك والنرويج مشاركة يعني دول ما لهاش أصلا لا في داعش ولا ما عش يعني هذه الدول على رأسها الولايات المتحدة لا تضحي ولن تضحي بجنود أمريكيين آخرين خلاص بعد العراق وبعد ما حدث وبعد أفغانستان لا تريد التضحية بجنودهم وهذا تفكير عقل يعني ويرى وأعلنوا أوباما في الخطاب الشهير فلتكن المقتلة بين العرب فلتكن المجزرة بين العرب فلتكن الدماء عربية بين العرب وبعضهم البعض يعني لماذا أنا أضحي وأنا عندي القدرة على خلق تحالف وأنا للأسف يعني البعضي بتجاوب وأخذ بالحضرتك لماذا أضحي بجنودي لماذا أضحي بأموالي؟ وهدف التحالف هو الأولا تجنيد قوة عسكرية تقاوم ثم دفع الفاتورة من سيدفع الفاتورة في النهاية؟ أمريكا طبعا اقتصادها لا يسمح مرة أخرى بدخول في حرب طويل وخصوصا أصبحت رقعة الحرب دلوقتي أو رقعة انتشار داعش كبيرة ما هيش صغيرة في شمال العراق وشمال سوريا وجزء كبير من سوريا فأنت يعني في منطقة الهلال الخصيب دي مسألة كبيرة جدا فلا أريد التضحية بأموالي لا أريد التضحية بجنودي ودمائي فلتكون بين العرب وكالعادة العرب يدفعون تكلفة هذه الحروب سواء من الدماء أو من الأموال فهذا هو هدف الحقيقي للتحالف لذلك ناس كتير حذرت من تكرار سيناريو العراق حذرت من تكرار سيناريو القاعدة وأن يدفع العرب أموالي حقيقة للأسف يعني عندنا على مستوى القيادات العربية للأسف من يعني يكرر أخطاء فادحة ويجعل شعوب الدول العربية والأمة العربية تدفع ثمنها لا أدري ما هو يعني هل أفضل أن يعني نقتل بعضنا البعض في دول عربية كثيرة أم أن نجلس حتى ولو كنا يعني لا نريد أن نجلس سويا ولكن يجب أن نجلس لحسم هذه الأمور لتجنيب الأمة العربية لن تنجو دول عربية في الخليج أو الهير الخليج من شظايا هذه الحرب يعني إن قامت يعني طب هل هي حرب مؤكدة بمعنى بمعنى أنه هناك الموقف الروسي والصيني هل سيكون يعني عقبة في مجلس الأمن أمام شن هذه الحرب أم أن أمريكا لن تقيم يعني احتراماً للمجلس الأمن أمريكا قد لا تقيم احتراماً للإرادة الدولية ولكن أنا أشك في نجاح هذه الحملة وهذا التحالف الآن ليه؟ لأنه زي ما أقول حضرتك الولايات المتحدة تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ولا تريد أن تتدخل في حروب طويلة الأمن كما حدث من قبل النقطة الثانية بقى أن كل الدول العربية التي اجتمعت أمس وأعلانات مشاركتها لا تستطيع أن تشارك في حملة عسكرية في العراق وسوريا لأسباب عديدة على رأسها مصر مثلاً مصر الآن مشغولة بمشاكلها الداخلية وبالحرب على الرهاب في سينة وغير سينة ليس لديها وبالإضافة لأزمتها الاقتصادية طبعاً الكبيرة ليس لدي مصر إمكانية طرف أن هي تشارك بإرسال قوات أو أن تدفع فطورة في دولة كبيرة كالعراق أو دولة كبيرة كالسوريا طبعاً هيكون هناك خسائر لأعتقد أن النظام الحالي يتحملها أو أن حتى قواتنا المسلحة لديها هذا الطرف عندها مشاكلها الداخلية واقتصادنا ثم أمريكا ما بتدعمناش أساساً أمريكا يعني لا تدين الإرهاب في سينة لماذا نحن نحارب حربهم حد الآن فين الأباتشي بعدين هذا الموقف اللي فيه إزدواجية ما بين تعاملها مع الإخوان في مصر وما بين دعوتها لحرب على داعش وهي تريد الإرهابين أن يشاركوا في الانتخابات يعني ترسل كل حين مبعوث أمريكي باتجاه يدفع لمشاركة الإخوان في الانتخابات القادمة وتستضيفهم وتؤيد استضافتهم في الدول التي هم فيها تركيا حلف ناتو قطر هي مكان أكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة في الوطن العربي فإذن هم يحمون هؤلاء الإرهابين في ناحية ثم يريدون أن يهاجموها في ناحية أنا أقولت حدثك مصر لا تستطيع أو ليس لديها طرف ذلك السعودية أيضا ليس لديها قوات مسلحة كبيرة أو قادرة على انتشار لكن دعم مالي السعودية دعم مالي وزائد القواعد الطيران العسكرية حتى تركيا هتوفر قاعدة إنجرليك الجوية ولكن في هذه الحالة من الصعب في حملة جوية أن تنجح في تدمير داعش ليه؟ يعني الحملات الجوية نجحت مثلا في يغوزلافيا في التسعينات لأن يغوزلافيا كانت دولة كنت تحارب جيش نظامي أنت اللي أنت تحارب عصابات صحيح هذا يختبئ في مدرسة هذا يختبئ في ما عندهوش معسكرات ما هوش جيش واضح يعني ما عندهوش قواعد ثابتة ده بيختبئ في مدرسة ممكن تدرب العربيات الدفع الرباعي الشهيرة دي فقط؟ هدخل إذا دخل بيت أو دخل منطقة فيها شجر أو حقول خلاص مش هتقدر يعني ليست معسكرات كبيرة فيها دبابات ومطارات وقاعد جوية وقاعد بحرية لا ده ممكن يختبئ في مدرسة في قسم شرطة هل الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو يعني غير معلن؟ هل مثلا الهدف هو إسقاط نظام بشار وليس داعش في المقام الأول؟ لا هو بشار ما هو هدف معلن يعني ما قالهم سنتين ثلاثة بيه ما هو؟ هل السيطرة كما ذكر الصحفي عبدالباري عطول مسلا السيطرة والهيمنة الأمريكية على المنطقة؟ ده صحيح هو ده سيناريو لا ينتهي حاولوا في العراق حاولوا في غزو الكويت حاولوا في مع إسرائيل يعني تم في كل مرحلة هو الآن وهزم في مصر مرتين يعني أخبرها لك الهيمنة دي هزمت في مصر مرتين وهو يريد أن يعيد السيطرة أو يعيد ترتيب أوراقه في المنطقة فلا أن أضعف أوراقه كانت ليبيا وسوريا ثم الآن العراق العراق مفتت بشكل ما ليس فيه وحدة وطنية كبيرة كذلك سوريا يعني أراد أن يستغل الملفات المفتوحة فأعتقد أنه لن ينجح في هذه المرة لأنه ما عندهش دول عربية مستعدة مصر والسعودية اللي هم أكبر دولتين لا يستطيعوا والأردن برضو لا يستطيع وأخذ بالحضرتك قواته الجوية لن تنجح فيه ثم أنا أساسا يعني أنا أتساءل أو هناك علامة استفهام كبيرة بالإضافة من خلق داعش أساسا وهو المسؤول عنها وهو اللي مولها ومن الذي يمولها حتى الآن هو السلاحة وأخذ بالحضرتك أنا أشك أنه هو يدخل في حرب بسبب مقتل اتنين صحفين وأنا أعتقد أنه حتى غير مؤكد هذا الكلام يعني لم يتم العصور على جسس لم يتم المفاوضات على مقايدة الجسس لم تتم أمور من هذا القبيل يعني الصحفين أنت بتشكك أنهما تقتلوا أصلا أنا الحقيقة لا دايش كوك أنا دايش كوك الأولاد المتحدة خسرت في العراق وخسرت في أفغانستان بشكل ما وليس هذا في حد ذاته سببا لحرب دولية إذا كانت تكون حرب عالمية إذا من أجل يعني ليس هناك دولة تدخل حربا من أجل حتى لو كان صحيحا ليس هناك دولة تدخل حربا كبيرة للمواطنين اتنين من رعاياها فقط دعني أطلعك على بعض الأراء اللي قالت أنه ظاهريا لن يكون مبررا أن تمتنع أي دولة عربية عن دعم التحالف بعدما تضخم خطر داعش وبات يزعزع أمن لبنان ويصير زعرا لدى الأردنيين فيما لا يعرف بعد حجم الضرر الذي تلحقه الغارات الأمريكية بمواقع التنظيم في العراق استقطب التنظيم بعد كل ما ارتكبه إجماعا على أولوية محاربتي واستدرك حكومات المنطقة أن لا مفر من مواجهة عجلة لا يسقط بعضها الاحتمالات السيئة وكلفتها أن يجير النظام السوري الضربات الجوية الغربية لحسابه عسكريا أن توقع الغارات خسائر بشرية كثيرة في صفوف المدنيين في العراق وسوريا هم تحصد إيران الجائزة الكبرى ببحر داعش في العراق أو على الأقل توزيع أدوار مع الأمريكيين لهم فضاء بلاد الرافدين ولها الأرض ومكاسب النفوذ يعني هنا الكاتب زهير قصايباتي بيحذر من الأثار السلبية لهذه الحرب تتفق مع بعض ما ذكره؟ طبعا أنا أعتقد أنها خديعة كبرى وبس هضرب مثل صغير ما يحدث في أوكرينيا الآن يعني أوكرينيا مات فيها مئات وألف ولم تتدخل للولايات المتحدة لم تتدخل للولايات المتحدة أنا هستأذن سعادتك هناخد اتصال هاتفي من اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي برحب بحضرتك يا فن خير وتحيات لحضرتك ولساة السفير يا أهلا وسهلا كنا نتمنى أن تكون معنا في الستوديو لا أعليش لا أعليش باري إن شاء الله لكن نحب نعرف من حقيقك يعني في خبراء عسكريين كثر بيحذروا من يعني مغبة أن مصر تشارك في أي عمل عسكري يعني هما مع فكرة أنه يبقى فيه تعاون معلوماتي استخباراتي أي شكل آخر من التعاون لضرب الإرهاب بشكل عام في المنطقة ولكن العمل العسكري هل ترى أن مصر مهيئة له وأنه يعني ليست له أثار سلبية مثلا قبل ما نحدد مصر مهيئة قادرة غير قادرة نشوف الهدف اللي قدامنا إيه لأن إذا كان الهدف سامي فتاغون أي تضحيات إنما أنا النهاردة قدام سيناريو محكم الهدف منه هو الإجاز على ما تبقى من سوريا ده الهدف اللي مش معلن وبس ده الهدف اللي لا يخفى على عين لأن مين جاب مين كل اللي حصل في الشام النهاردة أو في العراق مين اللي فتت العراق مين اللي وصل سوريا لجيش الحر وبعدين النصرة وبعدين داعش وبعدين النهاردة جاي كل العملية دي تضرب داعش على أرض ما أنت نزرعتها وإنت اللي سلحتها وإنت اللي وصلتها لهذه القوة وبعدين بنجد فجأة لا ده اللي حتمت خمشمائة مليون دولار لتسليح الجيش الحر ده هو ده عايز القوات البرية اللي على الأرض اللي هايوه هيدمر لها الأهداف ويسحل لها الاستيلاء على الأرض ليش الأرض بتاع داعش بس سياح داعش معها بتسيطر على حوالي 250 ألف كيلو متر مربع في سوريا وفي العراق إنما هو بيجهز الجيش الحر لاستلام سوريا بقى من جيش بشار ده الأساس وإذا كان مد عملية جوية بالمنظر ده طب العملية الجوية ده حجمها قد إيه مدتها لحد فين ده مد نفسه براح مد نفسه وقت مكتوح يعني هيخلصها وقت ما يخلص ما يحقق أهدافه أنا بقول إن العملية أهدافها واضحة لا هي لا لا داعش ولا العراق ولا الكلام ده كله هو عمل في العراق اللي هو عايزه وكل اللي عايزه من العراق أن تبقى جميع القوة على درجة واحدة من القوة ما تستطيعش قوة واحدة تعلن فوق فتسيطر على العراق وتوحدها تحت تحت نفس الكلام في سوريا بس المرة دي هو لما طال الأمر في سوريا فهو عايز يخلص سوريا بنفسه بعد ضربات جوية والجيش الحر ده على الأرض يستلم الأرض ويستلم بعد ما يخلص هو على جيش دي الأهداف بكل أسف صحيح إذا كنا بنساعده أو بنقولنا إحنا موافقين إحنا موافقين على الإرهاب لكن موافقين على سوريا صحيح إحنا سوريا تهمنا أكتر من أي حد تاني وهاجب ألا نضحي على الإطلاق بسوريا مهما كانت تمن دي نقطة لازم نفهمها كلنا كويس جدا سوريا هي الجناح الثاني مع مصر صحيح وإذا كسرت الجناح سوريا فمصر تبقى الجناح واحد لازم نعرف سيادة اللواء هل تعتقد أنه يعني زرع هذه التنظيمات الإرهابية وصناعتها كوحش في معامل مخصوصة زي الوحوش اللي كان بيحضرها فرانكشتاين وحاطتها بمصر هي مؤامرة مقصودة لمحصرة مصر من كل الجبهات بتنظيمات إرهابية دموية ما هي دي ده هدف أو هي بص حضرتك استخدام هذه التنظيمات هي الآلية التي تحق له استراتيجية تفتيت الدول العربية تفتيت الدول العربية بدأت بتنظيمات الإرهابية خلص على العراق بحرب صريحة واضحة وعشان يستمر فيها غزة الإرهاب فيها سوريا عمل نفس الكلام من شقاط في داخل الجيش ما نفعش طلع النصرة لحق بداعش هنا في مصر أراد أن يجعل من الإخوان المسلمين هم القيادة العامة لجميع التنظيمات اللي هي الإرهابية دي في كل منطقة المسرح العربي أو الشرق الأوسط إحنا الحمد لله ربنا أكرمنا في 30 يونيو إن إحنا أطعنا رأس الأفعى ولم تستطع أن تقود أمريكا الإرهاب بواسطة الإخوان المسلمين هنا من مصر تحاولوا إنهم يجهزوا علينا بشدة طرق أحاطوا بينا في سوريا اللي بيحصل في سوريا من الجنوب من السودان نفس الكلام الأمة ليس صدفة أبدا أن الذي يقتل والذي يقتل في هذه المنطقة على البقعة من العالم كله هم المسلمون صحيح العرب والمسلمون صحيح لا يصدفة أبدا لا يتم أمرة مدبرة لتفتيت هذه المنطقة لكي تبقى إسرائيل هي القوة القادرة على السيطرة على هذه المنطقة بأقل مجهود لصالح الصهيونية ولصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى صحيح سيادة اللواء نصر سالم الخبير العسكري وستراتيجي بشكر حضرتك تماما يعني كلام سيادة اللواء بيخليني أنتقل فورا إلى سؤال بديهي هل كان من الضروري لمصر أن تشارك في هذا التحالف حتى تكون على بيّنة وحتى لا يتم أي ترتبات دون وجودها وهل كان عليها أو ربما يحدث بالفعل تنصيق مع الجانب الروسي والصيني في هذا السياق قبل بس مقول احنا قلنا منتكلم قبل المداخلة أنه أوكرينيا أوكرينيا مات فيها الألف ومات فيها يعني غربيون كثيرون وروس بالمناسبة كثيرون وتذكر حضرتك حسر الطيارة مات فيها حوالي 183 هولندي غربي ولم تجرؤ لا هولندا ولا حلف الأطلنطي ولا الولايات المتحدة أن تعلن عن تحالف ولا حملة ولا ضربات جوية ولا شيء خالص إذن المسألة مشكوك فيها تماما لماذا يتم هذا التحالف من أجل يعني إذا قلنا أن هذا حقيقي اتنين مواطنين أمريكيين فقط بينما يقتل مثلا 183 واحد في الطيارة الماليزية التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا لنعرف من المسؤول ولكن حدث ولم يعلن لا تحالف ولا حملة ولا ضربات جوية ولا شيء خالص هذا تفاضل حاجة مشكوك فيها تماما ويجب أن نعي ونفتح أعيوننا تماما طب الموقف السياسة الخارجية المصرية مشاركة مصر هل علينا أن نخرج من هذا التحالف وننسق مع روسيا والصين أم أن الحكمة تقتضي أن نكون موجودين في قلب المشهد الحكمة تقتضي أن لا تختو خطوة قبل أن تعرف أين تضع قدمك أنت الآن يتحدثون عن تدخل في سوريا والعراق سوريا رفضت أي تدخل في أراضيها حتى لو كان لضرب المعارضة السورية قالت هذا تدخل في شؤون الداخلية وسيتم الرد عليه أنت إذن لا يمكنك أن تدخل في حرب مع الجيش السوري حرب صريحة روسيا قالت أي تدخل سيتم الرد عليه إذن أنت حينما تتدخل في هذا الحلف في سوريا أنت تدخل في حرب مع شعب عربي وجيش عربي نحن كده على شفا حرب عالمية تلتة بالفعل يعني أمر منتهي لا يمكنك لا يمكنك أن تدخل في هذا الحرب روسيا تتبنى الموقف السوري قالت لا بد أن يتم قرار دولي وإجماع دولي مش جلسة كده في جده ويعملوا اللي هم عايزينه ويضربوا بعد كده الموقف المصري ماذا يجب أن يكون الموقف المصري يجب أن تعرف هم يدعوك لماذا يدعوك لتدخل في سوريا حرب ضد الجيش السوري وحرب مصرية سورية خلينا نكون صرحة واخد بالحر حرب ضد الشعب السوري أنت تقتل سوريين واخد بالحضرتك دي نقطة العراق نفس الشيء لن يتم حل هذه المشكلة إلا بدعم السوريون يحلون مشاكلهم بأنفسهم والعراقيون يحلون مشاكلهم بأنفسهم وعلى مصر أن تساعد الدولتين واخد بالحر تساعد الجيش السوري أو الجيش العراقي أو تدعو لمفاوضات هذا هو الحل الوحيد أما أنت طورت أنت في مستنقع دماء في سوريا ضد الجيش السوري وفي العراق ضد الجيش أو الشعب العراقي هذا أمر لا أعتقد أنه يعني عاقل يستطيع قبوله من دولة مثل مصر صحيح في أيضا كاتبة اسمها تيري ميسان بتقول الأمر الأكثر غربة هو أن هذه المنظمة الجهادية داعش لا تزال تتمتع بدعم بعض الدول النفط العراقي الذي تنهبه الدولة الإسلامية يتم نقله عبر الأراضي التركية حيث يشحن من ميناء جهان بنقلات نفط تمر عبر إسرائيل في طريقها إلى أوروبا على أي حال لم يجري حتى هذا الوقت تدوين أسماء الشركات المتورطة لكن مسؤولية تركيا وإسرائيل ودول أوروبية على الأقل مؤكدة صحيح يعني الولايات المتحدة هي ملكة العقوبات تعاقب كوبا وتفرض عليها عقوبات عاقبت إيران ومنعت تصدير النفط أما هذه الجماعات الإيرابية فإنها تشتري منها النفط والشركات الأمريكية تشتري منها النفط والشركات الأمريكية تبيع لها النفط في أوروبا يعني هذا أمر غير معقول يعني الازدواجية وصلت إلى حد الجنون تعاقب عقبت العراق عشرين سنة عقبت إيران لعشرات السنوات كوبا بقالها خمسين سنة معاقبة لا يشترى ولا يباع لها وأي شركة تحاول دخول السوق القوبي حتى لو كانت أوروبية أو يابانية تعاقب إذن يعني أمريكا اللي هي ملكة أو رأس العالم الغربي الليبرالي بين قوسين اللي هو يعني يسمح بالحريات هي ملكة العقوبات وهي لا تعاقب من يعني يعمل لديها ومن تموله ومن يعمل لمصلحتها في العالم العربي فهذا الميال أنا بس برضو يعني بالنسبة لتدخل مصر أنا أذكر بأنه في التسعينات أحبك تذكر أنه العراق تعرض لضغط من إيران أيام الحرب العراقية الإيرانية وكانت يمكن إيران على وشك أن يعني تتدخل في العراق بقوة أو تكسر يعني الجيش العراقي في بعض المواقع مصر تتدخلت يعني مصر لها دور تاريخي لا ننكر يعني أنا لا أقول أننا نقف نتفرج على داعش أنا بالعكس أنا أكثر من يدعو إلى مواجهة داعش ولكن لا أدعو للتورط في حرب أهلية بين السوريين أو بين العراقين في التسعينات العراق كان تحت ضغط عسكري ما فعلته مصري أن أرسلت خبراء للجيش العراقي وبالفعل تمكن من صد الهجمات الإيرانية وتحييد الجبهة مع إيران هذا هو ما يجب أن يتم دعم مؤسسي كدولة لدولة دعم إنساني ودعم طبي ودعم إعلامي ودعم معلوماتي بالضبط لكن الدعم عسكري سيؤدي إلى كوارث التدخل طبعا أنت تدخل في أرض جديدة عليك ولا بتدرسها جيدا الكونجرس عايز يعزز سلطته في إعلان الحرب أوباما بالقرار دوت بيتجاوز الكونجرس أيضا يعني لأنه قرار الحرب الأولى الحرب الأولى على التنظيم القاعدة كان هو بلم أوراق هذا الملف في طريقه إلى أغلاقه فأعاد فتحه من جديد وهنا بيفتح كمان ملف الحرب على داعش اللي هي أصلا عدو للقاعدة وهذا تنقض آخر يعني الكونجرس منافس للقاعدة وليس عدو القاعدة الاتنين أبناء مشقوا عن القاعدة الاتنين أبناء الجهاز العسكري والمؤسسة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية قاعدة وداعش هم بنتين للمؤسسة العسكرية والاستخباراتية الأمريكية ليسوا أعداء بل يمكن متنافسين على القيادة وعلى النفوذ في المنطقة العربية هم تصوروا أنهم سيسقطوا الدول العربية والأنظمة الحاكمة وسيكون بن لادن أو أبو بكر البغدادي هو الخليفة إذن هناك يعني تنافس مصالح أو تنافس على الكعكة أو التمويل الأجنبي اللي بيجي من أجل هذه لأن الاتنين موجودين الاتنين موجودين في سوريا والاتنين موجودين في العراق ولكن بينهما تنافس سيمكن داعش قدرت تفوز شوية على القاعدة وتحيدها وتتولى هي العملية دي دي مسألة التنافس داخلها دي مشكلة الأمريكيين بقى الكونجرس دي مشاكل داخلية أيضا رأي العام الأمريكي يعني هناك حروب أصلا حرب كانت مفتوحة يعني كانوا متخيلين أن هما شهور هيخرجوا من العراق قعدوا سنوات صحيح وصرف 20 تريليون دولار و 5300 جندي أمريكي ماتوا يعني هذه الفاتورة نفسها هل يمكن الرأي العام الأمريكي يلعب دور في أنه يسني صاحب القرار الأمريكي طبعا ربما الكونجرس الآن يسعى لتجنيب أمريكا لولايات المتحدة تكرار هذه التجربة المؤلمة يعني بالتأكيد الكونجرس يعي أنه المخاطر ويعي أنه لا يريد واقتصاده لا يتحمل هذا الكلام فلا يريد تجربة تكرار تجربة بوش ومباري حنا قررت يعني مقال كاتب أمريكي بيقول أنه بوما بيكرر نفس الخطأ نفس أخطأ بوش ماشي على نفس الخط فيمكن الكونجرس يحاول يعزز قدراته لمنع الرئيس الأمريكي أو لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي بحيث لا يدفع الولايات المتحدة مرة ثانية إلى هذا المستنقع وده يعني ذكاء من الكونجرس طب لو افترضنا أنه أقنع بالفعل أوباما ولم تكن هناك حرب على داعش ولا جوية ولا أحزنون ولكن سيبقى خطر هذا التنظيم الإرهابي مهددا للدول المنطقة كلها نعم كيف نتعامل معه إذا كانوا جدين في هذه الدعايات ضد داعش والتحالفات ضد داعش فزي ما بنقول اللي حضر العفريت يصرفه هم حضروا هذا العفريت يجب أنه هم بقى يصرفه ما صرفوش كيف تصرف العالم العربي أعتقد أنه لازم نراجع المواقف العربية لا يمكن أن تشارك دول العربية في تمويل مثل هذه الحركات يعني الدول العربية متورطة تماما في تمويل هذه الحركات ماديا وعسكريا وفكريا يعني دولة مثلا زي قطر هي دولة مارقة يعني لا تستمع لأحد وحتى ضغوط الدول المصدرة للنفط عليها لا تؤتي بسمرها كما ينبغي يعني أعتقد بس أعتقد أنها بتجيء يعني هتجيب نتائج أنا أرى أنه مصر يجب أن تطلع بدور حاسم في العالم العربي إعادة ترتيب العالم العربي إعادة ترتيب أوراقنا في العالم العربي ده السياسة الخارجية يجب أن تلعب دور كبير مهم في هذا الأمر العسكرية المصرية أيضا يجب أن تلعب دور مهم في هذا الأمر المعلومات التنسيق المعلوماتي يجب أن نعيد ليبيا يجب أن ترتيب الأوراق فيها تماما لا يجب أن تتركها جزا وأخذ بالحضر العراق وسوريا زي ما تفضل سيادة اللواء هي الجناح التاني لمصر إذا لم تعيد لتدخل مصر وترتب أوراقها بشكل عاقل وبشكل دعوة لمفاوضات وبشكل دعوة المتحاربين إلى مفاوضات وإلى مصالحة وطنية أعتقد أننا سنكون مقصرين مثل ما حدث في السودان مصر ظلت مقصرة في السودان إلى أن تم تقسيم السودان وضع نصف السودان هل نريد تكرار مثل هذه التجربة؟ علينا أن نجيب ذلك على ذلك بصراحة هل مصر قيادة وسياسة خارجية وعسكرية تريد تكرار سيناريو السودان في سوريا؟ ده سؤال يجب التاريخ سيحاكمنا عليه وسنقف أمام الله يعني نحن مسؤولون عن ما حدث في السودان بالتأكيد لأننا تغيبنا تماما عن السودان كانت تصل الزيارات والوفود الأوروبية للبحث والضغط على الأطراف في السودان ومصر كانت بعيدة تماما أيام نظام مبارك لا نريد تكرار هذه الأخطاء في مقال الدكتور أحمد محمود القاسم في الحياة اللندنية الحرب على داعش وكيف انقلب السحر على الساحر أخذ منه بس كوتيشن صغير بيقول يظهر أن تنظيم داعش انحرف عن الخط المرسوم له أمريكيا وقطريا وأعلنت قياداته أنها بصدد قيام دولة الخلافة في دولتين العراق والشام وبدأ يهدد المملكة السعودية ودولة الكويت والمملكة الأردنية ويعلن عن توجده في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وأصبح خطرا محدقا ليس على النظام السوري فحسب بل على أنظمة الحكم العربية في الدول المذكورة حتى وصل حدود السعودية وداخلها لهذا تدعت المملكة السعودية وكل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا وعدد كبير من الدول لمؤتمر يعقد فيه جدا توافق طبعا على هذا التحليل أنه يعني الفكرة أنه كان له خط مرسوم زي الوحش اللي بيتحضر في المعمل الآن يعني هو عفريد طلع من الأمم ومش عارفين السيطرة عليه ومش عارفين يسرفه دلوقتي الغريب أن حضرتك لما تبص التنظيم داعش لا تجد له أي قيادة يعني فكرية بارزة معظم أعضاء من الشباب يعني كلهم ذوي لحى سوداء شباب يعني تم تجنيده وضحك عليه بدون يعني ليس هناك قيادة يعني في الوحش الغريب أنه له شباب من دول أوروبية سافروا لينضموا إلى هذا التنظيم في سوريا والعرابة شباب فاضع للدعايات المتطرفة اللي عايزين نقوله كمان أنه إذا لم تتدخر الدول العربية وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية من سيتدخل أو من هي الأطراف اللاعبة الآن ومستقبلا في هذه الأزمة لا تجد أنه غير الأطراف غير العربية هي القادرة على التدخل في هذه الأزمة ستجد تركيا بالطبع وهي طرف رئيسي تركيا يعني حدود مشاركتها كما فهمت من ما قرأت أنها ستوفر فقط القاعدة الجوية لأن لديها رهائم حوالي أكتر من خمسين رهينة لدى داعش ولأن لديها مصالح أيضا مع داعش خاصة بالبترول وغيره تمام هاجل النقطة دي أنا عايزة أقول لحظتك مين اللي على استعداد التدخل دانا ومين يستطيع التدخل الآن قلنا مصر والسعودية مصر عندها مشاكلها والسعودية لأسي عندها قدرة ليرسال قوات إلى الخارج كبيرة وحسم صراعي يعني في العراق أو في سوريا بلدين كبيرين إيران إيران تم تجنبها وعدم تجنبها ولكنها هي لاعب رئيسي يبدو تحت رغبة سعودية في تجنيب إيران أيا كان وخطأ بأن هذا يتم على الحدود الإيرانية ما هي حدث داعش على الحدود الإيرانية وبالتأكيد إيران لها أيادي سواء في الجنوب مع الشيعة أو مع الأكراد أو مع الوسط السن mur ولها تواجدها على الأرض العراقية على الأرض العراقية لم يتم دعوة سوريا إذن عندنا إيران تركيا وتركيا هي اللعب الرئيسي في هذا الموضوع يتم التسليح والتمويل والتدريب على أراضيها صحيح وأخذ بالحضراتك إسرائيل وأخذ بالحضراتك هذه الدول الثلاثة القريبة من الأزمة والتي تستطيع التدخل إذا لم نتتدخل الدول العربية على رأسها مصر طبعا الجامعة العربية ميتة زي ما قلنا الحضراتك أثرته يعني إذا لم نتدخل نحن ستكون فاتورة غالية جدا بالنسبة لنا حضراتك ذكرت تركيا الحقيقة تركيا وقطر هم يعني مش ده تصنع ملائكة يعني إنما هم في الحقيقة هم من مولى ودرب هذه القوات فلذلك هو متسق مع نفسه يعني تركيا موقفها سياسي متسق تماما مع تاريخها قطر موقفها سياسي متسق تماما مع دورها قالوا إحنا اللي عملنا يعني بما معنى إحنا اللي عملنا دول وإحنا اللي مولناهم ودربناهم مش مولنا مين؟ تركيا وقطر تركيا اعترفوا لا أنا اللي بقول انت اللي بتقول تحليل السياسي للموقف التركي تركيا بتقول مش هتدخل عسكرية وقطر قالت مش هتدخل عسكرية لأن هم متورطين لأن هم اللي خلقوهم أنا لا أستطيع أن أخلق شيء واطلب عروسة ثم أحرقها لأنها ستكون هتظهر بقى الأسرار لو أنا ضربت من يعني دفعت له ومن مولته ومن دربته ستظهر الأسرار فهما وقفهم منطقي جدا حقيقة ومتسق مع نفسه لأن أنا من فعلت ذلك لا أستطيع أن أضرب نفسي أو أضرب ذراعي اليمنى أو اليسر صحيح أيضا الكاتب محمد السياد في مقال الحرب الأمريكية السانية على الإرهاب هاخد منه كوتيشان قصير جدا بيقول الأنكى من ذلك أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها بصدد تغيير موقفها من التنظيمات الإرهابية في ضوء تجربتها الطويلة والحافلة مع تنظيم القاعدة وهو موقف تمسرحة على شكل متولية تبدأ بالرعاية والتوظيف قبل بروز التضاد الذي يتلوه الصدام الدامي الشرس وهو ما ترجح شواهد الأمور حتى الآن على الأقل تكراره مع تحدي مجابهة داعش لكن الحقيقة خطاب الرئيس باراك أوباما رغم أنه خطاب فيه الكثير من المغلطات من وجهة نظرنا إلى أنه بيفخم من هذه الحرب وصورها الأمريكان دفاعا عن حريتهم وحقوقهم وعن التطور العلمي والتكنولوجي اللي حققته أمريكا وللناس كلها بتحسدها علي قلت حالك هذا كذب قلت حالك في أوكرانيا مات الألف وأحرقت نصف أوكرانيا وأسقطت طائرات مدنية وهذا أمر صعب جدا في أوروبا والغرب ولم يرفع انتهكت حول الإنسان في كل مكان واللي حصل في فلسطين ألفين قتل وعشرات ولم يجرح أما الآن على اتنين مشكوك فيهم يريدون العودة إلى المنطقة يريدون تعويض الخسارة في العراق وفي مصر هل هي حرب كاملة والقضاء على سوريا وحرب الفاتورة كلها إحنا اللي بندفعها نقود ودماء الفاتورة علينا وهذا في التحالف يعني لا شيء يدفع من أمريكا أو من التحالف الفاتورة يدفعها الدم العربي والبترول العربي والمال العربي هم أتكياء هم يفكرون يعني الحقيقة نتمنى لمصر كل الخير وللوطن العربي كل الخير لأنه فعلا ما يحدث من مؤامرات وما يحدث من خلق تنظيمات وزرع جماعات إرهابية وإسلامية وكأن الدول دي مش دول إسلامية ليخيطوا هذا الشقاق الرهيب وليفتتوا المنطقة العربية في سايك سبيكو رقم 2 بشكر سعادة الدبلوماسي والسفير يحيى نجم وبشكر حضراتكم على المتابعة بعد الفاصل ننتقل بكم إلى فقرة ثقافية حول مهرجان الإسكندرية السينمائي وهنخرج إلى جزء من فيلم حدوطة مصرية ليه حدوطة مصرية؟ لأنه تكريم للفنان نور الشريف وللمخرج العبقاري أيضا يوسف شهين بيتم تكريمهم في مهرجان الإسكندرية السينمائي وتأتيكم زميلتي فاطمة السوردي بعد هذا المشهد لتتناول جوانب في مهرجان الإسكندرية السينمائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة